كان واضح حالته العصبية ودي ابتدى يظهر جانب ما كانش موجود فيه كان متنرفس جدا في الماضي ده وربما كان متنرفس لانه ما كانش متوقع ان يحصل عليه هجوم بالوضوح ده ان يشوف شخص واقف وراي يزعق له واشتبك معه فينات المباراة بيقول له يعني هي بقى عايز نعمليه تاني يقول له طب غير يترجم له لا وقال له خليك نايم اخوي يعني بيتهكم يعني فيه خشونة شوية ما كانش موجودة فيه تهكم فهو عدم عدم يعني unfair اه انا متعملش كده هو الماتش اللي قابليها ميستر كولر انت نطيته حياته جمهوره الجمهور حياتك طبيعة الامور كده الحلوة والمور اه خد بقى برضو استحمل واحد ما كنتش بصت ناحيته خالص نصحت الميستر كولر وانا لو المترجم بتاعها اقول له اكد انك مش فتوش لان الجمهور متدايق مش هكون موضوعي معاك الجمهور وخصوصا في الملعب مش هيكون موضوعي معاك اي انت لا شاف لا شاف فرص بالضيع ولا شاف ضربات جزاء مستحقة ما تحسبتش ما شافش حاجة الفرصة اللي ضعت ادي احنا بنختلف انا وانت عليه انا رأيي ان هو تردد ارفع ولا شوط لا رفع ولا شوط حسين الشاعات مثلا فلعبها بقوة ضايروا لعبها بقوة بختك يا بو بخيت فجات بالمنظر ده الماتش كان رخم وفيه مدربين تشيل همهم اعرف انهم لو قرروا عملوا معاك كده هيجولك متنظمين قوي منهم احمد سامي كابتن احمد سامي انا بيعجبني هو راجل بيعرف كواس قوي بيعمل علاقة كويسة جدا من اللي عبته بياخد منها اللي هو عايزه يعني انا بقشوف ان فيه لعيبة كتير جدا مع كابتن احمد سامي بتتطور بتعلق وبيتشاور عليها يعني كل الاعراض اللي بتروح له بتتطور معاه تكلم على حسين فيصل يعني بيتطور وقبل كده وقبل كده عب منعم محمد عب منعم وحتى صلاح محسن حتى حتى محمد عبدالقادر كانوا كويسة وقبل ناصر ماهر كل اللي راح له عمل مع شغل هو لعيب هو مدرب من النوع اللي لما يقوله اللعبة بتاعته حاجة بيتصدقه وبتعمل اللي هو عايزه فيوم ما يقولهم خليكوا تحت الكورة هيبقى عندك مشكلة حقيقية اذا ما عرفت اشتفك التلصف ده ومش سهل ان اشتفكه الا اذا كنت في حالة جيدة جدا بدنية وزهنية وعندك اللعبة السريعة المباغت اللي خليهم ما يبوش على عدلتهم ولو قفته يعني ما يبوش واحد مواجد هو لسه بيلف ولسه بيجري ولسه ما ملعيش يغطي لازم اسرع منه انت هتوصلها لما توصل لتمام ليختك البدنية انا مش شايف الفرقة في تمام لختها البدنية يعني السال اللي فاتت قلنا الفرقة كانت رائعة بدنيا بالذات في نهاية الموسم واشهدنا جدا هل ده طبيعة المرحلة طبيعة التغيير الكتير في الملاعب وفي الاصفار وفي يعني انت بتقول ميديامة و اسموح طيب انا الفرق في الدور محلي لأنا لقي فيه معاها صعوبة حفظاني وحفظها هم حفظاني وعندنا من الوعي التكتيكي ان فيه فرق زي ما شفنا كده سموحة يعرف ازاي وفرق كتير بتلعبنا بالطريقة دي يعرف ازاي يوجه كده طرق العشري عبد الحميد بسيوني على كل من يقرر يلعب قدامك كده هو دارس ازاي لعبك كده ومنهم كابتن احمد ثاني فيه المباراة دي هو قرر هو طبعا تجربة الزمالك معاه ما كانتش كويسة فتح خطوطه جنب بدري درب الجزاء خلصت فجاي فقال لك لا ما انا جاي متكتل عايز نقطة انا وبغتي هعمل العليا وزا ما تمشي المباراة ومش انت المباراة ما عايز فهو مدرب جيد ومعاه لعيبة بتسمع كلامه ومجهزة كواس جدا وجاية من اريحية مش زيك يعني هو كمان مطشط افريقيا اللي انت ما بتلعبش فيها الدور المحلي دي بتبقى فرصة للفريق الفريق اللي حيلعبك دي بيبقى عنده وقت يشوفك ويحفظ لعبته مش موجود عندك على الاقل بيبقى قدامه اسبوع او خمس ست ايام الوقت ده انت محروم منه انت بتلعب بمغامرات اذا ما لبسيتش بتتلام عليها رياحت عدد كبير خايف على ماتش افرخيا وهتسافر وفعلا انت ما كنتش تسابت تقدر تسابت الفريق وتسافر وتلعب بالطريقة دي طيب فانا بقولك ميدياما بقى الفرق الفرق الافريقية من شمال افريقي شمال افريقي عندهم هذا القادر من الفكر التكتيكي اللي عملوه يتمر في تضيع الوقت وغلق المساحات والضغط الفرق الافريقية بتلعب لك بباور وسرعة من ياما عنده الكلام ده عنده السرعة عنده القوة ما هوش فريق وعش لكن مش عنده الانضباط التكتيكي اللي عند اسموح ما وقف لك عمل كده وصعب عليك المباراة فانت كان عندك مساعات تقدر تتصرف فيه فخلقت فرص طيب ده كلام